مرحبا بك مجددا مشاهدين أرحب بضيوفي معي عبر سكايب دكتور عماد الدين الحمروني الباحث والمحاضر في الجغرافية السياسية بباريس مرحبا بك دكتور عماد أيضا ينضم إلينا عبر سكايب من باريس توفيق قويدار شيشي الكاتب الصحفي والمحلل السياسي أبدأ معك دكتور توفيق دكتور توفيق كيف ترى تصريحات ماكرون الأخيرة على شبكة الجزيرة بسم الله الرحمن الرحيم تحييري سيدة مساعدين والخيوك في الكرام أنا أحيبت أمل لماذا؟ لأنني كنت أنتظر يعني اعتذار من السيد إيمانيا الماكرون لماذا؟ لأننا لو رجعنا قليلا السيد إيمانيا الماكرون ربط الإسلام بالإرهاب يعني وكلامه موثق يعني موجود وموثق في اليوتيوب وفي صفحة رسمية للإيريزي ربط الإسلام بالإرهاب وهذا خطأ زيد على ذلك يقول بأنني أؤيد حرية التعبير وحرية يعني حرية التعبير طبعا فرية التعبير مكفولة وكل ينادي بحرية التعبير ولكن السيد إيمانيا الماكرون لم يحترم الإساءة إلى الديانات وخاصة ديانات المسلمين هذه الصحيفة يساندها نعم نساند ما تكتب ولكن تساند المساس بحرية المعتقد يعني مكفولة في قانون 1905 الذي يضمنه عدم المساس ب هو هو بالحقيقة استفزاز لمشاعر المسلمين وهل هو أحسن من جاك شيراك يعني السيد جاك شيراك عندما تعرض إلى هذه المشاكل المسائل المتعلقة بممارسة الكاريكاتورات السيد جاك شيراك كان أكثر ذكاء وأكثر حينكة السيد إيمانيا الماكرون تنقصه وكأنه لم يعي بأن تركيبة المجتمع الفرنسي وكأنه من نوع ستارت آب أو خارج المجتمع الفرنسي أو يجرب وكأنه ألقى بتجربة أو جس نبض يقول إذا كانت هناك ردة فعل بسيطة فأكمل هذه السياسة السياسة المعادلة للإسلام لم يقدم اعتراف للمسلمين ولا إلى يعني جرح المسلمين إذن حسب ما قال فيما قبل يجب أن يقدم اعتذارا ولكن هنا أستطيع أن أسأل دكتور عماد دكتور عماد يعني دونالد عفوا ماكرون يقول إنه يعني إن تصريحاته الأخيرة فوهمت خطأ وقد حرفت إذن على ما يعتذر بسم الله الرحمن الرحيم أولا تحية لك وليضيوفك الكرام وإلى كل المشاهدين في الحقيقة الكلمة في حد باتها يعني تعتبر اعتذار ولكن بطريقة دبلوماسية يعني هو حاول أن يتخط من مسؤولية الدولة كدولة فرنسية في دعمها لإعادة نشر رسول موسيئة للنبي الأكرم صلى الله عليه وسلم دكتور عماد أعود إليك مرة أخرى دكتور توفيق دكتور توفيق يدعي ماكرون أنه لم يخطئ وأن تصريحاته فوهمت خطأ وبالتالي لا يقتضي ذلك الاعتذار كيف ترى هذا الكلام يا صديق في أي لغة يتكلم يتكلم باللغة الفرنسية ونحن وانا شخصيا عضو في هذه الحزب حزب الجمهورية الأمام الحزب سيد ميماكر ويتكلم بأي لغة اللهم إذا كانت تترجمها خاطئة المصطلحات واضحة سواء بالفرنسية أو بالعربية يتفهم عدم التراجع الاعتذار غير موجود سوء الفهم كيف يعني سوء الفهم وكأننا الفرنسية لديها مئة مصطلح هو أخطأ ولم يقدر للأسف يعني ناور أو رهن على ورقة انتخابية داخلية وحملة سياسية يقودها اليمين المتطرف وبعض الإعلام المتطرف كذلك وبعض اليمينيين الذين حسفناهم مؤتدلين وهو نسية حجم العلاقات الخارجية الدولية يعني الحجم العلاقات الدولية فرنسا هو نسية يعني أو فات من دينه بأن فرنسا لديها علاقات كبيرة من العالم الإسلامي ولديها لماذا اعتذر كذلك بالنسبة للجرائم الأرمن يطالب مثلا تركيا بالاعتراف بجرائم الأرمن وهو بأن هناك جماجم من المسلمين الجزائريين وفي شمال إفريقيا في المتاحف لماذا لم يعتذر اعتذر إلى المحرقة اليهودية قام بتأييد قانون مكافحة السامية في فرنسا طبعا وهو قانون نحترمه ولكن نحن ذلك ذلك مطالب باحترام احترام الدين الإسلامي هذه الصحيفة هي تفتز المشاعر الدينية السيد جاك شيراك أكثر حنكة منه قال بأن حرية التعبير تتوقف عند ما نسيء إلى الآخرين هذه إساءة السيد الماكرون طيب دكتور توفيق عاد إلي مرة أخرى دكتور عماد الدين الحمروني دكتور عماد كنت تقول إن ما قاله ترامب لا أعرف لماذا دونالد ترامب لازال عالق في ذهني لكن أتحدث عن ماكرون لماذا لم يصرح بالاعتذار نعم هو ربما لا يستطيع أن يصرح بالاعتذار المباشر وربما إذا تواصلت الحملة أقوى ربما سيخرج ويعتذر ولكن بصورة عامة يعتبر كلامه وكلام وزير خارجية أيضا السيد لودريون هو التراجع للخلف يعني عملية إيجاد تهديئة وصرح بهذا أنه يريد التهديئة مع العمل الإسلامي ومع أوروبا ومسلمي فرنسا ولكن رققنا كما قال ضيفكم الأستاذ توفيق في الكلام الذي جاء بالسيد المانويل مكرون يردد بعض المقولات حول حرية التعبير بس للتذكير تاريخيا جريدة شارلي إبدو كان اسمها هاراكيري الاسم الحقيقي لهذه المجلة وهذه الجريدة وفي مرة مرات قامت بوضع رسم للرئيس الجنرال ديغول وهذا الوصم كان مسيء إلى الجنرال ديغول وقامت السلطات الفرنسية بمنع هذا الرسم بمنع صدور هذه الجريدة ثم وقع يعني منع الجريدة بالأساس على أساس أن القضاء الفرنسي ماذا قال قال أن التهجم على شخصية يقدسها بالتحديد باللفظة يقدسها التاريخ والمجتمع الفرنسي فلا يجوز أنه سيء للجنرال ديغول ثم لإعادة هذه الجريدة القائمين عليها اختاروا لإسم شارلي إبدو هو في الحقيقة أرادوا أن يقولوا شارل ديغول إبدو أو شارل إبدو ولكن اختاروا شارلي إبدو فقضية حرية التعبير والحرص على حرية التعبير وأن فرنسا قائمة صحيح تاريخ وتاريخ الجمهورية الفرنسية قائمة على بعض المبادئ ومنها حرية التعبير والحرية الفردية وما إلى ذلك ولكن نحن في الأجواء المعاصرة منذ أكثر من عقدي من الزمن نشهد الإسلاموفوبيا نشهد حملة من العنصرية ضد حجاب المرأة المسلمة ضد الشباب الملتزم الذي يشتغل في المؤسسات العامة والمؤسسات الخاصة يعني عملية منع الحجاب يعني كل هذه العلاقات ما بين المواطن المسلم الفرنسي والدولة الفرنسية هي علاقات تشوبها الكثير من الريبا والحذر ونحن نرى في خطابات مسؤولين فرنسيين عندما يقول الفاشية الإسلامية هل عندما يقتل مسيحي مثلا يقوم بعملية إرهابية هل يقولون الفاشية المسيحية أو أن يهودي مثلا يقتل مسلم ويقتل مسلمين وغير المسلمين هل نقول فاشية يهودية لا يوجد فاشية إسلامية ولا يوجد إرهاب إسلامي يوجد إرهاب متطرفين نعم ويوجد مجموعات تقتل نعم ولكن هذا الاستلاح الفاشية الإسلامية يعني أرهاب الإسلامي هو استلاح عنصري في الحقيقة بالأمس أيضا هناك مقابلة مع وزير الداخلية وزير الداخلية صرح بسريح العبارة قال نحن وكلمته مهمة جدا نحن في حرب ثقافية ضد الإسلام المتضطرة بالطبع هو يقصد ضد الإسلام فهناك حرب ثقافية حقيقية من ينتصر فيه هل ينتصر فيه الموجودة الإسلامية؟ ولكن لماذا هذه الهجمة الكبيرة دكتور عماد؟ نعم الهجمة الكبيرة لها عدة أسباب السبب الأساسي هي أن هناك أقلية صهيونية يعني تدير الإعلام الفرنسي تستعمل الحكومة الفرنسية كآدات لقمع المسلمين كآدات لقسم المجتمع الفرنسي يجب أن نذكر المشاهد الذي يشاهد فينا أن الكثير من شرائح المجتمع الفرنسي ليست عنصرية والكثير من الفكرين والمسؤولين الروحانيين الفرنسيين من المسيحيين وحتى يهود هما ليسوا ضد الإسلام وليسوا ضد المسلمين ولكن مجموعة قليلة جدا من العلمانيين المتصهينين يكونون العداء للمسلمين يكونون العداء لكل تطور إسلامي واضح فالحضور الإسلامي في الغرب بدأ يكثر المستوى المسلمين في الغرب بدأ يتقدم والقوة الإسلامية الصاعدة في الشرق البحر الأمن التوسط أو في غرب آسيا أو في آسيا نرى تركيا نرى باكستان نرى المسلمين في الهند في الدونيسيا في ماليسيا في إيران يعني كل هذه الدول الإسلامية تتقدم بالعلوم تتقدم بالقوة العسكرية الأمنية الثقافية فهذا كله يعني يصبح الفاعل السياسي السهدوني في الغرب هو المتحكم والمحرك لهذه الأدوات كما وصفت الدكتور عمد اسمح لي أن أرحب الآن بضيفنا الذي انضم إلينا عبر سكايب دكتور علي ناصر الدين الصحفي المتخصص في أشؤون الأوروبي سيد علي مرحبا بك كيف ترى أو في أي إطار تقرأ بصريحات السيد مكرون الأخيرة على شبكة الجزيرة أولا أود أن أتقدم بحر التعزي إلى الشعب التركي على ما حصل من زلازل والذين قضوا في هذه الزلازل أما فيما يتعلق بما قاله رئيس الجمهورية مكرون أنا بالنسبة لي كان واضحا من الأول هو لم يقصد الإسلام كدين هو كان يقصد أن بعض المسلمين الذين يدعون الإسلام ويقتلون ويقومون بأعمال إرهابية تحت اسم الإسلام هذا ما كان يريد قوله الرئيس مكرون وقد أوضحه أمس في مقابلته مع تلفزيون الجزيرة هناك سوء فهم من الكثيرين عن ما هي القوانين الفرنسية إذا كان هناك من أحد يعتقد أن فرنسا ستغير قوانينها لأن هناك من يقاطعها أو يهجمها فهو مخطئ جدا على كل حال ما يطالب به بعض المتطرفين هنا في فرنسا بتغيير أو سن قوانين تحد من حريات التعبير أول ما ستطال هم الفرنسيون المسلمون هذا ستطالهم في الدرجة الأولى الحريات المؤمنة للمسلمين في فرنسا لا تؤمنها دول إسلامية كثيرة في هذا العالم لكن سيد علي ألا ترى أن يظهر نبيا كالنبي محمد صلى الله عليه وسلم وهو خاتم المرسلين والرمز الأول للمسلمين حول العالم بهذه الصور المسيئة ألا تعتقد أن هذا مزعجا حتى على مستوىك الشخصي على مستوىك الشخصي أكيد هذا الشيء مزعج ولكن هذا الشيء ظهر هذه أولا هذه المجلة تشارلي عبدو هي مجلة كاريكاتورية تناولت كل الأديان وليس من يعني قراءها قليلون الضجة التي قامت حولها هي التي جعلتها الضجة ربما جاءت على لسان أو جاءت على خلفية ما قيلة على لسان الرئيس الفرنسي إيميني الماكرون هذا كلام حرم لا 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 أنا أتحدث عن تغريدات تحدث فيها أنه لا تراجع وأن هذه حرية تعبير ألا تعتقد أن حينما يظهر رسولنا الكريم بهذه الكيفية كيف لنا أن نفهم أن هذه حرية تعبير يا أخي من الصعب أن أشرح لك ماذا تعني حرية التعبير وما دفعته فرنسا في سبيل هذه الحريات والثورة الفرنسية قامت أساسا على الكريكاتور لم يتناول يعني أنا بالنسبة لي ربما يكون هذا مزعجا وبالطبع هو مزعج ولكن أنا لا أعتقد أن كل هذا اسمح لي اسمح لي نعم تفضل لكن لا أعتقد أن كل هذا يجوز القيام بأعمال إرهابية صحيح وقتل الناس صحيح يعني أنت حدثنا أيضا عن الأعمال الإرهابية أيضا رأينا حرقة للمصاحف ورأينا يعني أين رأيته في فرنسا هذا رأيناه في الميادين لا مش في فرنسا هذا قسيس أمريكي منذ سنوات ورأينا هجوما على محجبات ورأينا هجوما على محجبات إذا كان هناك فرد وليس الدولة الفرنسية يعني هذا هجوم عن محجبات هذا خطأ وفرنسا لا تقول للمحجبات لا تتحجبنا فرنسا تقول أنه في المدارس وفي الدوائر الرسمية لا صليل يا سيد علي يا سيد عيلي منذ بضعة شهور بدك تسمع لي كمان بدك تسمع لي وأنا لابد أن أناقش حينما أسمع هذا الكلام لابد أن أناقش وأفهم خليني خلصوا بعدين تفر فرنسا في الدوائر الرسمية وفي المدارس ممنوع أي إشارة لأي دين لا إشارة حتى الصليب الذي يلبسه الأطفال أو الأولاد المسيحيون عندما يعمدونهم هذا ممنوع في المدارس وفي أي إشارة ضمن الدوائر الرسمية والمحجبة ليست ممنوعة في الشارع ولا ممنوعة في أي مكان آخر إلا في الدوائر الرسمية لأن الإشارات اليهودية الكبا ممنوعة والصليب ممنوعة والحجاب ممنوعة فرنسا لا تقول للمسلمين للمسلمات لا تتحجبن فرنسا تقول أن الحجاب ممنوع في هذه الأماكن بأن هناك دولة علمانية تفصل الدين عن الدولة أنا أفهم أنا فهمت ما تقول سيد علي الآن أتوجه إلى دكتور توفيق دكتور توفيق كيف ترى كلام ضيفي سيد علي ناصر الكلام ولكن لا أوافقه في كثير من الكلام عندما يقول بأن جماعات فقط منفردة قامت بالاعتداءات وقامت ب لا يا صديقي هناك كل يوم نشهد يأما اعتداء على حجيبات يأما منعهم من دخول المتاجر يأما السيد الأستاذ السيد التاريخ السيد التاريخ سامويل باتي ما هو السبب الذي أدى به إلى أن يقتل هو نشر لم يكن يدرس التاريخ الحرب العالمية الأولى والثانية أو تخصصه كأستاذ التاريخ والجغرافية قام بنشر أو جلب صورة لرسول صلى الله عليه وسلم كاريكاتير وبصورة يعني صورة خليعة وقام وطلب من التلاميذ الخروج بقوا بعض تلميذة في عمرها 13 سنة يعرض عليها صورة مخلة بالحياة يعني مستفز ما دخلك أنت في هذا الموضوع كان نبيب الأشدر بهذا الأستاذ لكن هذا لا يعنينا بأننا نبرر الإرهاب لا لتبرر الإرهاب نحن ضد الأمليات الإرهابية وكل ما يقوم به ديننا ديننا سمح ديننا تسامح ولكن التطرف جو بها بالتطرف للأسف الشديد نحن ماذا نحتاج نحتاج إلى رئيس جهد دولة يدعو إلى التعقل بريطانيا مثلا نعطي لك عندما قامت بنشر الرسوم وكتابة سلمة الرجدي قالت لا لا نريد هذه المشاكل لأنه الأجهزة الأمنية الاستخباراتية تدخلت وقالت بأننا نوقف هذا العمل لأنه ليس فائدة يهدد أمن والاستقرار ويهدد الشقاء يقول لضيفك الفضل بأن مجموعات فقط طيب ووصلت فكرة دكتور توفي بل هناك مجموعة كبيرة من الإعلام الفرنسي والساسة الفرنسيين بدأ من وزر الداخلية إلى رئيس الحكومة إلى هناك أرمادة إعلامية موجهة ضد الدين الإسلامي ولا نفرق يعني لا داعي لنقول بأن إسلام هو إسلامي لا داعي نقول إرهاب وكفى حتى نتفق على المصطلحات دكتور عماد إذن يرى سيد علي ناصر الدين أن كلام سيد مكرون حرف من مكانه وبالتالي حصلت جلبة من قبل الاختصاصيين نعم تحير ولكن فرنسا لا تضطهد المسلمين أنا أؤكد لك أنا هنا أنا مسلم وأنا هنا منذ 35 عاما وأنا أنتخبت تحت اسمي علي ماصر الدين أنا في مي أرقى حي في ضواحي باريس أنا انتخبت كنت مير أجواء يعني أحد المسؤولين في هذه البلدية يعني مساعد نيكولا ساركوزي اللي كان رئيس جمهورية وقد انتخبني فرنسيون تحت اسمي علي وناصر الدين لم يتكلم لم يمنعني أحد من ممارسة شعائر الدينية مما لا شك فيه الأمر ليس مرتبطا فقط بالاسم سيد علي أنا كنت قد وجهت السؤال إلى الدكتور عماد ولكن سأناقشك الآن في نقطة أخرى ألا وهي أنه يعني قلت لي منذ قليل أنك على مستوىك الشخصي كمسلم انزعجت من رسم النبي صلى الله عليه وسلم بصورة مسيئة ومخلة يعني على مستوى ملياري مسلم تقريبا انزعجوا هم الآخرون ألا تعتقد أن هذا يدعو إلى سن قانون كما سنة قوانين لمعادات السمية وغيرها ألا يدعو ذلك لسن قانون يعني لتجريم الإسلام وحتى هذا الأمر طالب به شيخ الأزر أحمد الطيب أنا أفهم أن يكون هناك مليار ونصف أو مليارين أو قد انزعجوا ولكن كذلك هناك مليار مليار ونصف مسيحي عندما شارلي عبدو رسمت المسيح بشكل غير لائق انزعجوا ولكنهم لم يذهبوا ولم يرتكبوا أي جريمة في هذا الموضوع وهناك ومعرف عدد اليهود في العالم انزعجوا من رسومات تطال الدين اليهودي والحخامات اليهوديين اليهود كمان انزعجوا ولكن لم يذهبوا ويقتلوا الناس في هذا الموضوع ولم يعملوا هذه البجرة هذا شيء غير مقبول لا أنا أقبله ولا أغلبية مسلمي فرنسا يقبله هذا ما يحصل تجاه فرنسا غير مقبول أجبني على السؤال ألا تعتقد أن انزعاج ملياري مسلم يدعو إلى سن قانون كما سنة قوانين من قبل لمعادات السمية وغيرها يدعو إلى سن قانون بعدم معادات الإسلام ألا تعتقد ذلك ما فيش شيء اسمه معادات الإسلام ليس هناك قوانين معادات ويعتبر أي مس أو أي معادات للمسلمين هو يدخل ضمن القوانين الموجودة العنصرية طيب يعني اسمح لي سيد علي هل يمكن لي أن أخذ صورة لك الآن وأن أضعها في إطار غير لائق وأن أضع هذا تحت عنوان حرية التعبير هل ستقبل ذلك؟ بإمكانك أن تفعل ذلك بإمكانك أن تفعل ذلك ولكن لن أقتلك بشكل صحيح أنا لا أبرر القتل ولكن أنا أقول هل يليق بالنبي صلى الله عليه وسلم مع فارق التجبيه بطبيعة الحال أنا لا أقول أنه يليق أنا لا أقول أنه يليق ولا أقول أنه لم يزعج ولكن أنا أقول أن هذا فرنسا ليس بإمكانها أن تتدخل في هذا الموضوع كدولة ليس بإمكانها أن تقول لهذا لا تفعل كذا وهذا يفعل كذا وإذا بدأنا بسن القوانين وأنا أقول لك إذا بدأنا بسن القوانين المتعلقة بالرسول عليه الصلاة والسلام وبأغيرهم من الأنبياء وبالمسيح وبالدين اليهودي وبالبوذية يا أخي بعدين يعني إذا أنا بدي سن قانون ساعتها ممنوعة عن القانون عن البقرة الذي يعبدها مليار هندي يعني هل سن قانون يمنع المس بالبقرة طيب اسمح لي طيب أنا أريد رأيي دكتور عماد في هذه المسألة تفضل دكتور عماد نعم أولا تحياتي الأستاذ علي وأذكره أن من يعبد البقرة لا يكون غازا ونفط فبالتالي أعود إلى المسألة الأساسية يعني المسألة الأساسية هناك خلاف أكيد في خلاف فكري في قضية معالجة قضية حرية التعبير وحرية الرأي كما قال الأستاذ علي نعم في فرنسا هناك حرية التعبير وهناك حرية رأي وهناك حريات فردية يضمنها الدستور يضمنها القانون هناك عدالة مستقلة يعني هناك الكثير من الإيجابيات ولكن ما نشد على الساحة الفرنسية كما قلت في بداية كلامي هو الصراع ما بين يعني المسلمين في فرنسا وأقلية لماذا أقول هذا الكلام يعني دائما يسيس حقوق المسلمين تسيس في فرنسا يعني بطبيعة في الحال أن المرأة المسلمة من حقها أن ترتدي الحجاب فأما أن ترتدي الحجاب أو لا ترتدي الحجاب يعني القوانين التي تأسنتها الدولة الفرنسية هي منع الحجاب هل هذا يعني مع حقوق الإنسان أو ضد حقوق الإنسان يعني هناك حتى داخل القانونيين رجال القانون في فرنسا اختلافات نتذكر أن زوجة السيد فرنسوا ميتيرون كانت مع قانون يعني إعطاء الحق للمرأة المسلمة لارتداء الحجاب يعني قصد هذه المساءة المنقصة عليها داخل الشارع الفرنسي هناك كثير من المفكرين والمسؤولين السياسيين الفرنسيين من يرون أن الإساءة إلى الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم تضرب مصالح فرنسا يعني مصالح فرنسا الاقتصادية وصالح فرنسا السياسية يعني لما ينضع مخاطر لهذه المصالح للدفاع عن جريدة كما قال الأستاذ علي لا يقرأه إلا القليل المسألة ليست في قضية حرية التعبير المسألة هل يجوز أن مقدسات لآخرين إن كانت يهودية أو مسيحية أو بوذية أو هندوسية أو ما إلى ذلك هذا سؤال مطروح الآن لم يكن مطروح في السابق لكن يطرح الآن يعني يطرح للنقاش على المستوى أمم المتحدة على مستوى دول العالم كما قال السيد إيمانيويل مكرو عندما سأله الصحافي بالأمس ما الفرق ما بين القانون البريطاني والقانون الفرنسي لماذا في بريطانيا هناك حريات أكبر المسلمين في مقارنة لفرنسا هو أجاب قال أن النظام السياسي في بريطانيا تحكمه ملكة وملك دستوري يعني هناك سلطة روحية نعم إذن هناك هارخ ونحن هنا نعم نعم ونحن هنا في فرنسا جمهورية علمانية هنا الخلال يعني الجمهورية العلمانية عندما كانت تحت الاستعمار الألماني من قاوم الاستعمار الألماني وحرر فرنسا وساعد فرنسا للتحرير هم المسلمون المسلمون المغرب والجزائر وتونس ومالي والسينيغان هؤلاء لما كانوا يحاربوا في الألمان كانوا يقيمون الصلاة وكان الجيش الفرنسي يخدم على أداء هذه العبادات فبمعنى أن عندما يكون المسلمون يخدمون فرنسا الاستعمارية يكون الإسلام جيد وعندما يحاول المسلم المواطن الفرنسي المسلم أن يكون هو كافة الحقوق يكون مسلم متطرف المسلم ما هو الفرق ما بين المسلم العادي والمسلم المتطرف يعني لماذا عندما نتكلم على الإرهاب نقول إرهاب إسلام هناك متطرفون مسيحيون يقومون بهذه الهجمات على المسلمين ولا يوصموا بهذا الوصم أعود إليك دكتور توفيق دكتور توفيق يعني الشعوب العربية والإسلامية تقول عبر الوسوم والهاشتاغات المنتشرة على الإنترنت بأن ماكرون لن يخدعنا هل تعتقد أن الشعوب لم تخدع بالفعل فيما قال السيد ماكرون أو ربما تجاوبت معه في الحقيقة يعني السيد ماكرون خطابه كان ممزوج مغلف بالديماغوجية وهو لا يريد خسارة الناخب هي في الحقيقة ورقة انتخابية يعني يغازل اليمين اليمين المتطرف اليمين المعتدل أقصى اليسار الجمعية العنثوية والنسوية المثليين يعني لا يريد خسارة هذه الفئة وكأنها وكأنه في نهاية يعني مع العالم الإسلامي وكأنه لا يريد خرجة أو زيارة أخيرة وكأنه يعني قطع العلاقات مع العالم الإسلامي لم يعني حجم يعني ضحى بحجم العلاقات الخارجية الضخمة والمعقدة مع العالم الإسلامي لصالح يعني تحركات سياسية أو خطابات داخل مسهلكة للداخل إذن إيمانيا الماكرون مطالب بأن يكون رئيس كل الفرنسيين سوى مسيحي أو بودي أو أي يعني بغض النظر عنه هو الآن إنحازة سيدي إيمانيا الماكرون في السابق كان يعني يستمع لما يقوله الممثلون الديانات في فرنسا الآن إنحازة لطبقة معينة وهي طبقة حرية التعبير ولكن حرية التعبير هذه لابد أن تكونها مشروطة بعدم المساس بحرية المعتقد هناك سيد الفاضل حتى في ليس فقط ممارسة يعني الإسلام المتطرف نعم نحن مع بعض الإسلام المتطرف لا ننسى بأنه قالها أكثر مننا بأن الإسلام في خطابه الأول يعيش في أزمة في كل مكان يعيش في أزمة من أين أتبه هذه الفكرة يعيش فيها بأزمة هل هو يعني هل يحكم دولة إسلامية هل هو منظر للإسلام لماذا هذا الخطاب يعني بالذات عليه أن يقول بأن الإسلام يريد إسلام فرنسا يا سيدي على العين والرأس نريد إسلام على الطريقة الفرنسية ولكن كقاعدة عامة الإسلام بصفة عامة جزء لا يتجزأ إسلام فرنسا أولا منعوا المناقبات والآن وكل يحترم هذا القانون لا نقاب الجالية الإسلامية هنا فرنسا تحترم قالت بأن هناك يعني العلامات الكبرى الظاهرة في الأماكن العمومية احترمنا هذه يعني الآن يريدون ماذا أخرجوا لنا فكرة وهي أن الإسلام قيمه لا تتماشى وقيم الإلمانية الفرنسية يعني نحن المسلمون مجتمع موازي نحن إذن في صدام طيب وصلت الفكرة دكتور توفيق دكتور عماد يعني هل تعتقد لازالت دعوات المقاطعة مستمرة حتى الآن والتظاهرات موجودة في عدة عواصم إسلامية لماذا لم تقتنع الشعوب بما قاله الرئيس الفرنسي لأن الشعوب اليوم أكثر وعيد وأكثر حساسية لأنها ليست أول مرة فرنسا تعيد الإساءة للنبي الأكرم صلى الله عليه وسلم وللإسلام والمسلمين يعني هذا حديث يعني تقريبا منذ أكثر من ثلاث عقود دائما يعني المسلمون هم رهابيون يعني حتى المنحرف لما يكون منحرف أو مجرم عندما تقبض عليه الشرطة يقول هذا مجرم مسلم يعني عندما يقبضون على مجرم غير مسلم يقولون مجرم ولكن عندما يقبضون على مجرم يقولون مجرم من أصول تونسية من أصول جزائرية بمعنى أن هناك توجيه إعلامي حقيقي حاقد على الإسلام والمسلمين لا يتعامل بالقانون يتعامل بمكيال يعني مكيال بمكيالين نظرة يعني فيها الكثير من الاستعلاء الإدارة الفرنسية تتفاعل ما زالت بنفس استعمار أيضا المفكرين والمثقفين الموجودين على الساحة الإعلامية في فرنسا يحاولون أن يكون أوصياء على الجمهورية الفرنسية يحاولون أن يكون أوصياء حتى على العلمانية يعني العلمانية الفرنسية ليس كما أطلقها السيد إمانيويل ماكرون في الحقيقة لأن سبقوا رؤساء آخرون كما قلت السيد فرنسوامي تيرون والسيد شيراك وتفاعلوا حتى السيد نيكولاس ساركوزي وتفاعلوا بإيجابية مطلقة مع المسلمين والمواطني المسلمين في فرنسا وكانت الأجواء مستقرة نوعا ما رغم عمليات الهبية كبيرة جدا موقعت في فرنسا لكن هذا الخطاب المؤدلج الإديولوجي الذي يحاول أن يستعمل عبارات حقوق الإنسان ويستعمل حرية التعبير للتغييق على الثقافة الإسلامية في الحقيقة يعني لا يريدون ظهور الإسلامي في المجتمع الغرم يعني هذه حقيقة يجب أن نفهمها يعني ثانيا هناك تكامل ما بين مسلمي الخارج ومسلمي الداخل يعني الآن حملة المقاطعة ليست فقط على مستوى الشارع الشعبي بدأنا نراها على مستوى الشارع الرسمي في قطر في الكويت في تركيا في الكثير من الدول يعني تحاول الآن أن تأخذ بحزب ما تقوم به الدولة الفرنسية من جراء إساءتها لرمزها الكبير والرسول الأكرم فبالتالي خطاب يعني مدخلة السيد الرئيس المانيون مكروم الباري على الجزيرة كانت جيدة على الأقل تهدئ النفوس هو قال لا يقول أنا أعتذر ولكن قال كلامي أول وأن الحكومة أو الدولة لا تدعم يعني ليست داعمة لإعادة النشر هذا نوع للاعتذار أيضا فيجب أن نجد محل الشهور مع يعني الجمهورية الفرنسية ومع المسؤولين الفرنسيين لإيجاد التهدية لأن التهدية بصالح الجميع ترجمة نانسيينة